المطهرات والمعقمات وقد زخم كتير جدا في قتل الجراثيم والبكتيريا وبتقضي على 99% من البكتيريا والمفروض بقى وكلنا بنتهافة ان احنا نشتريها بس شكله عندك كلام تاني فخلينا الاول نعرف معاكي الفرق ما بين المطهر والمعقم قبل ما نتكلم عن فعلا ان هم مجدين ولا لا تمام بسم الله الرحمن الرحيم اول شي بنا نعرف مصطلحات بهذا المجال مجال العالم المطهرات والمعقمات مصطلحات مشان بعدين نفرق بين الاشياء المنستخدمها المعقم غير المطهر غير المنظف التعقيم شو يعني تعقيم يعني قضاء على 100% من الجراثيم البكتيريا فيروس الى اخره كل الجراثيم 100% التعقيم بيقضي عليها المطهر هو بيقضي على بعض منها مو عليها كله يعني بيبقى فيه لسه فيه جراثيم للتنظيف هذا الشيء تاني تنظيفه بس عملية فيزيائية انك انت عم تشيل الوسخ او الغبار فقط اللي ممكن يحتوي على جراثيم اما ما بيتفاعل يعني ما بيأزيل جراثيم وانا ما فقط بيزيله بالنسبة للتعقيم هذا ما موجود بالمواد والمستحضرات اللي احنا حلق حنحكي عنها تعقيم اللي بيقضي على 100% هذا بيستخدم للأدوات الطبية لتعقيم الأدوات الجراحية تستخدم بالعمليات الجراحية لتعقيم تياب الممرضين والدكاترة لانه هذا التعقيم له بروسيجر له اجراءات يا اما بيتعرض لحرارة عالية يا اما عبر الأشعة يا اما ضغط بخار ماء ضغط عالي هذا فقط مثل ما قلنا التعقيم مشان يقضي على 100% يستخدم فقط في المستشفيات مشان يقضي لنا 100% على جراثيم والعمليات هاي عمليات التعقيم ما أنا موجودة مش مو مواد حتى لو هي مواد كيميائية لا تستخدم بالمواد اللي فيها او المطاهرة فهذا التعقيم يعني خلينا نفصل بين التعقيم والتطهير او يعني احنا مهما وصلنا اللي قلنا مثلا عايزين نعقم حاجة في البيت او نعقم اي شيء مش هنوصل لدرجة التعقيم اللي بيتعامل بشكل فيزيائي في ادوات خاصة فيزيائي او كيميائي تماما يعني احنا خلينا نكون دقيقين نحنا منستخدم مطاهرات ما منستخدم معاقيمات اه هاي الفرق هاي المعاقيمات إلها شغلها وإلها دومين المجال اللي هي في طب في نقطة المعاقيمات قبل ما تنتقل للمطاهرات احنا ساعات كتير مثلا يقولونا ممكن تعقموها بان انتو تغلوها زي مثلا ببرونات الأطفال او بعض الحاجات اللي بتستخدم غالبا للأطفال يقولك ايه اغليها كويس خمس دقائق في المية وبعدين مثلا حطيها في مية بقى سقعة او كده هبحس تقتلي فيها الجراسيم والبكتريا هي تجاوزا من قول تعقيم بس علميا التعقيم لا لانه التعقيم ببخار الماء او بالغليان مو درجة حرارة المية احنا بنعرف المية بيغريق مية لو حطيها على النار ساعتين ثلاثة حتضلت درجة الحرارة مية بالتعقيم لا بيعرضو لضغط الغليان بيتعرض لضغط فبترتفع درجة الحرارة فوق المية هي لها أدوات وإلها أسليبة فهي بتضل عملية تطهير للميبرونات مش تعقيم ولكن تجاوزا بالعامية من قول تعقيم نضخوا بقى المطهيرات المطهيرات هي ما بتقضي على مية بالمية أبدا ولا على 99.9 هذا الرقم 99.9 حليني نقول هذا ماركتينج تسويق للمنتجات حكوا علينا يعني أي حدا بيعرف بعلم الجرسيم بيعرف أنه نحنا لسا حتى ما اكتشفنا كل الجرسيم الموجودة بالطبيعة ففي جرسيم تبقى موجودة فما في شي بيقضي عليها 99.9 هاي علميا غلط بس بيقضي على نسبة كبيرة من الجرسيم المطهيرات يا أما بتستخدم اسمها anti-subtext هاي بتستخدم للأنسج الحيوية للجروح للجلد للأغشية المخاطية أو منسميها dis-infectants اللي هي بتستخدم للأجسام الغير حية للأسطح للأدوات التعقيم مثلا أدوات عند دكتور الأسنان أدوات تستخدم للأسنان إلى آخرية هاي أنواع يعني للأجسام الحية وللأجسام الغير حية يعني نفهم من كلامك أن المعقمات دي قصة احنا مناش دعوة بها خالص بعدك ما حدش يقول احنا بنعقم في البيت احنا بنطهر بالأسنان